بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقل النسياننا وافتح لنا نبأ بالخير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين قوله تعالى وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السو أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا قال كل قد أعذر الله إليه وبين له ثم انتقم منه ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السو قال قرية لوط بل كانوا لا يرجون نشورا قال أي بعثا ولا حسابا قال بعثا ولا حسابا وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله وكلا تبرنا تتبيرا قال تبر الله كلا بالعذاب وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال تبرنا بالنبطية والأنباط قوم كانوا يعيشون في جنوب الأردن وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ولقد أتوا على القرية قال هي السدوم قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السو قال الحجارة وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه في قول الله تعالى ولقد أتوا على القرية قال قرية لوط وهي على الجانب الغربي من بحر الميت واسمها سدوم وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قول الله تعالى ولقد أتوا على القرية قال هي بين الشام والمدينة وهو واضح وأخرج ابن جنير وابن المنذر عن ابن جريج رحمه الله في قوله لا يرجون نشورا قال بعثا وفي قوله لولا أن صبرنا عليها قال ثبتنا قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواء أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أخرج ابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا من الدهر في الجاهلية فإذا وجد حجرا أحسن من رما به وعبد الآخر فأزل الله تعالى الآية وأخرج ابن مردوية عن أبي رجائن العطالد قال كانوا في الجاهلية يأكلون الدم بالعلهس ويعبدون الحجر فإذا وجدوا ما هو أحسن منه رموا به وعبدوا الآخر فإذا فقدوا الآخر أمروا مناديا فنادى أيها الناس إن إلهكم قد ضل فالتمسوه فأنزل الله هذه الآية أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله أرأيت أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال لا يهوى شيئا إلا تبعه وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال كلما هوا شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه وأنه قيل له في أهل القبلة شرك فقال نعم المنافق مشرك إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله وإن المنافق عند هواه ثم تلا هذه الآية أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت ظل السماء من إله يُعبد من دون الله أعظم عند الله من هوا المتبع وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون قال مثل الذين كفروا كمثل البعير والحمار والشاتي إن قلت لبعضهم كل لم يعلم ما تقول ويرى أنه يسمع صوتك كذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعدته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله بل هم أضل سبيلا قال أخطأ السبيل قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل قال بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل قال ألم تر أنك إذا صليت الفجر كان ما بين وطلع الشمس إلى مغربها ظلا ثم بعث الله عليه الشمس دليلا فقبض الله الظل وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألم تر إلى ربك كيف مد الظل قال ما بين طلوع الشمس ولو شاء نجعله ساكنا قال دائما ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يقول طلوع الشمس ثم قبرناه إلينا قبضا يسيرا قال سريعا وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حمين وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قول الله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل قال ظل الغدات قبل طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكنا قال لا تصيبه الشمس ولا يزول ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قال تحويه ثم قبضنا قبضنا إلينا فأجوينا الشمس إياه قبضا يسيرا قال خفيفا وأخرج عبد بن حمين وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه ألم تر إلى ربك كيف مد الظل قال مده من المشرق إلى المغرب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكنا قال تركه كما هو ظلا مبدودا ما بين المشرق والمغرب وأخرج ابن أبي حاتم عن أيوب بن موسى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل قال الأرض كلها ظل ما بين صلاة الغدات إلى طلوع الشمس ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا قال قليلا قليلا وأخرج عبد بن حمين وابن البنذر عن إبراهيم التيم والضحاك وأبي مالك الغفاني في قوله كيف مد الظل قال وقالوا ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قالوا على الظل ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يعني ما تقبض الشمس من الظل وأخرج عبد بن حمين عن أبي العالية كيف مد الظل قال من حين يطلع الفجر إلى حين تطلع الشمس وأخرج ابن أبي حاتم عن السد رضي الله عنه جعل الشمس عليه دليلا قال يتبعه فيقبضه حيث كان وأما قوله وجعلنا النهار نشورا وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع ابن أنس قال إن النهار اثنتا عشرة ساعة فأول الساعة ما بين طلوع الفجر إلى أن ترى شعاع الشمس ثم الساعة الثانية إذا رأيت شعاع الشمس إلى أن يضيق الإشراق عند ذلك فلم يبقى فلم يبقى من قرونها شيء وصفا لونها لم يبقى من قرونها شيء وصفا لونها فإذا كانت بقدر ما تريك عينيك قيد رحمين فذلك أول الضحى وذلك أول ساعة من ساعات الضحى ثم من بعد ذلك الضحى ساعتين ثم الساعة السادسة حين نصف النهار فإذا زالت الشمس عن نصف النهار فتلك ساعة صلاة الظهر وهي التي قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ثم من بعد ذلك العشي ساعتين ثم الساعة العاشرة ميقات صلاة العشر ميقات صلاة العصر وهي الآصال ثم من بعد ذلك ساعتين إلى الليل وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حبيد وابن جرير وابن الوذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قول الله تعالى وجعل النهار نشورا وجعل النهار نشورا قال ينشر فيه وأخرج عبد أو ينشر فيه وأخرج عبد بن حبيد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه وجعل النهار نشورا قال لمعايشهم وحوائجهم وتصرفهم قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة بيتا ونسقيه مما خلقنا أدعاما وأناسي كثيرا أخرج عبد بن حبيد عن عطاء رضي الله عنه أنه قرأ وهو الذي أرسل الرياح على الجمع بشرا بالباء ورفع الباء بدون فيه ما خفيف وأخرج الفريابي وعبد بن حميد عن مسروق أنه قرأ الرياح نشرا بالنون ونصب النون ونصب النون منوة نشرا منوة 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 ومخففة وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيم في قوله وأنزلنا من السماء ما طهورا قال لا ينجسه شيء وأخرج ابن المذر وابن أبي حاتم والدار قطني عن سعيد بن المسيم رضي الله عنه قال أنزل الله الماء طهورا لا ينجسه شيء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال الماء لا ينجسه شيء يطهر ولا يطهره شيء فإن الله قال وأنزلنا من السماء ماء الطهورا وأخرج الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجا والدار قطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا توضأ من بئر مضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء وأخرج عبد الرزاق في المصد عن القاسم ابن أبي بزة قال سأل رجل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه معطين المطر قال سألتني عن طهورين جميعا قال الله تعالى وأزلنا من السماء من طهور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قوله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا أخرج عبد بن حميد وابن جرين وابن المذر وابن أبي حاتم عن عكرمة رحمه الله في قوله ولقد صرفناه بينهم يعني المطر تسقي هذه الأرض وتمنع هذه ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا قال عكرمة قال ابن عباس قولهم مطرنا من أنواء أي من نجوم فأنزل الله في الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وأخرج سنيد وابن جرير وابن المذر عن ابن جريج عن مجاهد رضي الله عنه ولقد صرفناه بينهم قال المطر ينزله في الأرض ولا ينزله في أخرى فأبى الناس إلا كفورا قولهم مطرنا بنوء كذا ونوء كذا وهذا بيّنه الحديث الصحيح المري في صحيح الإيمان المسلم حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغدات بالحديبية فلما انتهى من صلاته استقبل الناس وقال أيها الناس قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فأو مؤمن بالله كافر بالكواكب ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه ولقد صرفناه بينهم ليذكروا قال إن الله قسم هذا الرزق بين عباده وصرفه بينهم قال وذكر لنا أن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يقول ما كان عام قط أقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه بين عباده قال قتادة فترزقه الأرض وتحرمه أخرى وتحرمه الأخرى وأخرج عبد بن حميد وابن جرين وابن الهذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحح والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال ما من عام بأقل وطرا من عام ولكن الله يصرفه حيث يشاء ثم قرأ هذه الآية ولقد صرفناه بينهم ليذكروا الآية وأخرج الخرائطي في مكان من الأخلاق عن ابن مسعود مثله وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر مولى غفرة قال كان جبريل عليه السلام في موضع الجنائز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل أني أحب أن أعلم أمر السماء فقال جبريل هذا ملك السماء فاسأله فقال تأتينا صكاك مختتمة اسقوا بلاد كذا وكذا قطرة هذه قسمة الحق تعالى وأخرج ابن المذر وابن أبي حاتم عن عطائ الخرسان في قوله ولقد صرفناه بينهم قال ألا ترى إلى قوله ولو شئنا لبعثنا في كل قرية النذيرة وأخرج ابن جرير وابن المذر عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله وجاهدهم به قال بالقرآن واجهدهم به جهادا كبيرا قاله وقوله واغلظ عليهم والله تعالى أعلى وأعلم قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي مرج البحرين يعني خلع أحدهما على الآخر فليس يفسد العذب المالح وليس يفسد المالح العذبة ولا يختلطان وأخرج الفريابي وعبد ابن حمين وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله وهو الذي مرج البحرين قال أفاض أحدهما في الآخر وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله مرج البحرين قال بحر في السماء وبحر في الأرض وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء رضي الله عنه في قوله فرات قال العذب وفي قوله أجاج قال الأجاج المالح وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حمين وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله واذا ملح إجاج قال المر وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هما بحران فتوضأ بأيهما شئت ثم تلا هذه الآية هذا عزم فرات وهذا ملح أجاج وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله وجعل بينهما برزخا قال هو اليابس أو اليابسة وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله برزخا قال هو اليابس وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله تعالى عنه في قوله وجعل بينهما برزخا قالت تخوم وأخرج ابن جنين وابن المذن وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن مجاهد رضي الله عنه في قوله وجعل بينهما برزخا قال حاجزا لا يختلط العذب لا يختلط العذب بالملح ولا يختلط بحر الروم وفارس وبحر الروم ملح أي مالح قال ابن جريج فلم أجد بحرا عذبا إلا الأنهار العذاب فإن دجلة تقع في البحر فلا تمور فيه يجعل فيه بينهما مثل الخيط الأبيض فإذا رجعت فإذا رجعت لم يرجع في طريقهما من البحر شيء والدين زعب ينصب في البحر والدين زعب ينصب في البحر أن يصب في البحر وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الكلب في قوله وجعل بينهما برزخا قال حاجزا بحيث لا يختلط أحدهما من الآخر وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وحجرا محجورا يقول حجر أحدهما عن الآخر من أمره وقضائه وأخرج عبد بن حمين وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله وحجرا محجورا قال إن الله تعالى حجر الملح عن العذب والعذب عن الملح أن يختلط من لطفه وقدرته قوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أخرج عبد بن حمين عن عبد الله بن المغيرة رضي الله عنه قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن نسب وصهر فقال ما أراكم إلا قد عرفتم النسب فأما الصهر فالأختان والصحابة وأخرج ابن جرير وابن المذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله فجعله نسبا وصهرا قال النسب الرضاع والصهر الختول وأخرج عبد بن حمين عن قتادة رضي الله عنه فجعله نسبا وصهرا قال ذكر الله الصهر مع النسب وحرم أربع عشرة برأة سبعا من النسب وسبعا من الصهر فاستوى تحريم الله في النسب والصهر قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وتقبل الله منا ومنكم ووفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه من معاني كتاب الله العزيز وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر